الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية جوجارات الهندية أدت خلال الأيام الثالثة الماضية إلى مقتل الثمانية وعشرين شخصاً على الأقل غرقاً أو بسبب سقوط الأشجار. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة في الولاية السحلية الغربية. فرق الإنقاذ من الكوارث تمكنت من إنقاذ أزيد من ألف وثمانمائة شخص باستخدام قوارب مطاطية وإطارات. الخبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ يتسبب بتحولات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس. وشهدت ولاية تريبورا شمال شرق الهند فيضانات وانهيارات أرضي الأسبوع الماضي أصفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصاً. وفي بنغلاديش المجاور أودت الفيضانات بأربعين شخصاً على الأقل خلال الفترة الذاتها. وضطر نحو ثلاثمائة ألف من السكان إلى الاحتماء في الملاجئ المقامة لحالات الطوارئ.